أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن 300 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان بانتظار إجلائهم وذلك قبل أيام من حلول الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإنهاء عملية الإجلاء من جانبه قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك ساليبان قال إن إدارة رئيس بايدن تتوقع أن توصل طالبان سماح بمرور آمن للأمريكيين وغيرهم لمغادرة أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب العسكري الأمريكي هذا الأسبوع وفي مقابلة مع شبكة سي بي اس الأمريكية أوضح ساليبان أن هناك تواصلا مع حركة طالبان حيث تعهدت بالسماح بممر آمن لأي موطن أمريكي بعد الانسحاب الأمريكي اشتركوا في القناة